تسأل تقول يعني عندما أتصفح في الموبايل المحمول يظهر أمامي مقاطع من القرآن الكريم مرات أعبرها لكن أحس بأن علي ذنب إذا عبرت هذه المقاطع هل علي شيء أختي أم جنات من العراق بارك الله فيك بالنسبة للإنسان الذي دخل المواقع ليتصفح أشياء يريدها غير القرآن ثم ظهر له مقطع قرآن وتجاوزه وعبره لا شيء عليه لأنه ما قصد الاستماع إلى القرآن وما قصد الحصول على مقطع القرآن فتجاوزه إلى الشيء الذي يريده ما عليه شيء ولله الحمد والمنى لكن الأفضل أن الإنسان فرصة يتذكر وهو ذاهب في طريق الحصول على معلومة وجاه صوت شجي صوت ندي صوت رقيق مؤثر لقراءة القرآن أنه يستمع عليه خاصة المقاطع ما تستغلق يمكن دقيقة أو أقل فلكن لو عبرتي ما عليك شيء ولله الحمد والمنى ترجمة نانسي قنقر